الملك حمد بن عيسى الخليفة بحمد الله قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه وردعه دون وقوع إصابات مؤكدا جلالته حفظه الله أن هذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتصادم مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية مجددا جلالته التأكيد على وقوف مملكة البحرين مع الشقيقة السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها دعيا جلالته العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الأبي من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرقي والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر